الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله له على ما من به علينا من النعم الكثير الظاهرة والباطنة التوفيق الله عز وجل نستاني فراتنا الكتاب الجامع الفريد الأسهل واجوبة على كتاب التوفيق بفضلية الشيخ عبد الله بن جال الله آل جال الله رحمه الله وتعالى وتزال الله عنا خيرا ونحن في ليلة الجمعة ليلة العشرين من ذا القعدة لعام ستة ثلاثين واربعمل ألف المواطنة ليلة الرابع من الشهر التاسع لعام خمسة عشر والفين وقد وقفنا على قول الشيخ الإسلام المجد محمد الله رحمه الله تعالى باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رضي العالمين وصلى الله وسلم ورارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اضطر لنا ولشيخنا ولوالدين والمسلمين اللهم امام رحمه الله تعالى باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله قال الشارع رحمه الله تعالى السؤال ما مناسبة هذا الباب لإكتاب التوحيد الجواب لأن عدم الصبر على أقدار الله وتصففها يناهي التوحيد والإيمان الإيمان بالله عز وجل يشمل الإيمان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات والربوبية أي أن الله عز وجل فعال لما يريد افراد الله بأفعال وحده خلق كل شيء فقدره تقديره وحده مالك الملك وحده يدبر الأمر ألا له الخلق والأمر فالإيمان بالربوبية الإيمان بأن الله عز وجل منفرد بأفعاله لا شرك له والإيمان بأسماء الله وصفاته أيضا هو يدخل في الإيمان بالربوبية لأن الربوبية والأسماء والصفات حتى في التقسيم الثنائي ماذا يسمى التوحيد المعرفة والإثبات لا بد أن يعرف المسلم وأن يؤمن بمال الله عز وجل من الأسماء الحسنة والصفات العلا والأفعال الحميدة الكاملة التي لا لا يفعل الله عز وجل إلا لحكمه ف لو سألنا ما هي أركان الإيمان أو كم أركان الإيمان يعني زي خمسة أو ستة أركان الإيمان أركان الإسلام أركان الإيمان أركان الإيمان ستة صح؟ ذكرنا مرارة أن بعض العلم يقول أركان الإيمان خمسة فكيف التوضيق به ذلك؟ هو أن الإيمان بالله إيمان بالله واحد وإيمان بالله وملايكتي هذا كم؟ ستة يدخل إيمان بالقدر مع الإيمان الله قال إيمان بالقدر هو ذكر من باب التوكيد لأهميته وإذاك زل في أقدام وتهت في أوهام وظهت في يعني من خلال الإيمان بالقدر فرقتان ضالتان القدريان معتزنة والجبرية الجهمية فإذاك قال أن تؤمن بالله وملاعكته وكتبه ورسله بالآخر قال كرر كلمة وتؤمن فهو من باب التوكيد وإلا الإيمان بالقدر داخل بالإيمان بالله عز وجل فمن اعتبر أن الإيمان بالقدر داخل بالإيمان بالله تباره وتعالى قال أركان الإيمان خمسة ومن اعتبر الإيمان بالقدر ركناً مستقلاً قال أركان الإيمان كم؟ ستة هذا التوفيق بين قول بعضها العلم الإيمان أركان إيمان ستة أو خمسة وقد قال الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي هذا خمسة وقال جل وعلا آمن الرسول بما أنزل لي من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله هذا كم أربع ثم قال وقالوا سمعنا واطعنا وفرك ربنا وليك المصير المصير لله عز وجل اليوم الآخر هذه أركان الإيمان الخمسة ذكرت في أواخر سوة البقرة وذكرت في ليس البر أن تولوا وجهكم طيب الإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله عز وجل وذلك من توحيد الله عز وجل أن تؤمن بقدره وأن تصبر على ما قدر لأن عدم الصبر هو تسخط على فعل الله عز وجل على قدر الله تبارك وتعالى وهو أضعف شيء أضعف الإيمان عند المصيبة أن تصبر وأكمل منه أن ترضى والأكمل أن تشكر الله على المصيبة لكن أقل الواجب ما لأن أن تصبر بحيث لا يتسخط لا قلبك ولا لسانك ولا جوارحك ما تسخط حكم الله القدري الذي قدره عليك مهما عظمة المصيبة ولا تتكلم بلسانك كما يفعل بعض الناس من سخطهم على الله عز وجل حتى سمع لبعضهم يقول لماذا يا رب ما وجدت الله أنا وتسخط على الله عز وجل ومنهم من يشق الجيوب ويخدش الوجوه ويضع التراب على رأسه ويلطم هذا كله يدل على التسخط على أمن الله تبارك وتعالى وعلى قدر الله عز وجل فهذا ينافي التوحيد إما منافات كلية أو منافات جزئية وتمام الإيمان بالله تبارك وتعالى وتمام التوحيد أن تؤمن بربوية الله عز وجل من ربوبيته ماذا أنه فعال لما ما يريد لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا لراجعون إنا لله إنا يعني خلقا وملكا وتدبيرا لله وإنا ليه راجعون المصير الله عز وجل عادم آدم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وردوا إلى الله مولاهم الحق وقالوا سميعنا واطعنا غفانك ربنا وليك المصير يعني مهما طالت سلامتك لا بد أن تموت لا بد أن ترجع لله عز وجل هذا أمر حتمي فلو تأمل المسلم هذا المعنى وجد أن هذا فعلا من صلب التوحيد أنك تصبر على أقدار الله عز وجل أنك تصبر على أقدار الله المؤلماء والله عز وجل من رحمته بعباده أن يبتلين حتى يكفر عن سيئاته وحتى يبلغ دردة الصابرين الصبر له منزل عظيمة بالدين فالإنسان إذا لم يبتل لن يصبر فستفوت هذه المنزلة العظيمة وقد قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرنا أجرهم بغير حساب يعني يعطونا من الأجر الصابرون يعطونا من الأجر بغير الحساب المعحول الحسن بعشرة مثالها لا هذا شيء آخر كم سيعطونا؟ الله قال بغير الحساب الله أعلم الكريم الأكرم يقول أن أجر الصابر عليه وعنده فالله أعلم كم سيعطونا وذلك المسلم وهذا من فوائد دراسة التوحيد أن يوطن نفسه على أن تصبر ممكن في أي لحظة إنسان يسمع أخبار تسوء جدا فقد الأحباب فقد الأهل لهاب الوظيفة احتراق السيارة سرقة المال هات كالعرض ربما يتهم إنسان بعرضه ربما يقتصب أهله كل هذا وارد كل يوم نسمع كل يوم كل يوم كل يوم ناس تقتل ويعتدى عليهم بسبب وغير سبب كم من إنسان ماشي على الاستقامة لم يعتدي على أحد لم يبدأ بأحد ومع ذلك اعتدي عليه هذا أمر وارد كم من إنسان يا أخوان نام مرتكب أي شيء يأتي حريق يأتي صاعقة يأتي فيضانات تأتي سرقات اعتداءات قال الشيخ الوثمير رحمة الله عليه جعل الله الدنيا الدنيا حتى لا يغتر بها العاقل هذا الدنيا يوم تساء ويوم تسر وكما قيل في الكلام المأثور دوام الحال من المحال استحيل ستبقى على شبابك على عافيتك على قوتك بل ربما حتى على أمنك كل شيء يضغف كل شيء ما في شيء يبقى على حال تبقى على حال واحدة لا لا بد مهما كان عندك الاحترازات مهما حابط على صحتك مهما حابط على سلامتك مهما استقمت مهما التزمت لا تعتدي لا تقطع لا تغتاب لا تنضع أيضا البلاء فيك فيك لماذا هذه حالة الدنيا هذه حالة الدنيا أما الجنة فهم الذين يعيشون حياة أبدية السعادة والرخاء لا خوف عليهم ولا هم يعزلهم أما غيرهم لا بل كلما عظم إيمان العبد كلما عظم بلاء أخوه شد بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل يبتل المرع على قدر يجيل أبدا فالمسلم إذا علم هذا يبقى النفس يتوقع يتوقع البلاء خوفكم خوفكم أو لم يخوفكم هذا أمر واقع من دا الذي لا يموت من دا الذي لا يمرض من دا الذي يبقى على شبابه على صحته على قوته من دا في أحد ما سلم أحب خلق الله إلى الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تسلم أنت ولا يسلم الآخر ولا يسلم أنا ما سلم محمد صلى الله عليه وسلم ابتلي بجميع أنواع البجلاء بعض أزواجه توفي حياته فقد من أبنائه توفه في حياته قتل من أصحابه طرد من بلده عذ بالتهم في عرضه عاش من أبويني على غير الإسلام هذا بلاء عظيم بلاء عظيم أنت ما يستطيع واحد يقول ربك في اللي والوالده لأن الوالدان على الكفر هذا في ناس يعارم معاناة شديدة أنه ما يقدر يقول ربك في اللي والوالده لما لأنه نهى الله عن استغطاء المشركين أنه يصبح عاشا هذا تلي بأنواع كثير من البلاء جاع ولا ما جاع جاع خوف الله سم بالسم شج رأسه كثرت رباعيته تهم في عرضه مات أولاده مات بعض أزواجه أخرج أصحابه قتل بين يديه أصحابه في أرحد فقط سبعون والصحابة قتل يرسل قراء ليعلموا الناس الدين والتوحيد فيغدر بهم ويقتلوهم ما حال هذا الخبر على رسول لم يسمع فالهذا وأشياء وأشياء كثيرة جدا نهيك عن ما يفعل المنافقون ويفعله اليهود ويفعله ويفعله الخوارج كل ذلك ابتليه في عسل صلى الله وهو أحب خلق الله إلى الله ما بالك نحن فوطن نسك يا عبد الله من الإيمان بالله الصبر على أقدار النعم سؤال حبث الصبر لغة وشرعا واذكر أقسامه وبين حقنه ومنزلته من الإيمان الجواب الصبر في اللغة الحبث والمه وفي الشرع حبث النفس عن الجزع وحبث اللسان عن التشك والتصفف وحبث الجوارع على القدوم وشكل الجروب ونحنه ما عند المصيبة والصبر من الإيمان بمنزلة رأس من الجسد والصبر ثلاثة أنواع أولا صبر على ما أمر الله به ثانيا وصبر عما نهى الله عنه ثالثا وصبر على ما قدره الله من المصائب وحفظه ودور حكم الصبر لا تقر حتى الجنة دخول الجنة قال جل وعلا وجزاهم بما صبر جنة نعم نعم سؤال قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه اشرح هذه الآية واذكر ما يستفاد منها وبين مناسبتها للبا الجواب أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقراء الله هذا الله قلبه وعوره عما فاته من الدنيا وعما أصابه خدر في قلبه ويقين صادقا فعلم أن ما أصابه لم يكن ليفطئه وما أفطأه لم يكن ليصيبه الله ويستفاد من هذه الآية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيصبر فيهدي الله عزي قلبه الإيمان من سبب صبره على ما قبل الله نعم استفادها الآية ويستفاد من هذه الآية أن الصبر على المصيبة سبب لدداية القلوم وطمط مهنينتها وأنها من دواب الصابر ومناسبة الآية للباب أنها بينت ذواب الصبر والتحلي به والحج عليه وفي صحيح مسلم على أبي مريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إثنتان في الناس قل وقال وقال رحمه الله وقال رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم على أبي مريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إثنتان في الناس هما بهم كفر الطعم في النسر والنياقة على المين سواء ما معنى الطعم في النسر وما هي النياقة وضع درجة الكفر المذكور أن درجة الكفر المذكور في الحديث ثم أشرح الحديث ومن المناسبة غلب ما الجواب أقع من النسر عيبه والقلح فيه ومن ذلك أن يقال هذا ليس ناكلان مع ثموت نسبه وأنه لا ليس نسب مجيء ونحن ذلك والنياقة على الميت أبو الصوت بالبكاء وتعداد فضائر الميت ودرجة الكفر المذكور في الحديث صغرى لأنه والله أعلم من الكفر الذي لا يمقي عن الملك فقد أقر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هاتين قصلتين الطعن من النسر والنياقة لعلى الميت كفر لأنهما من أعمال الكفار في الجائدية ومناسبة الحديث للباب أنه دل على تحريم النياحة بما فيها من التصفط على الخدر المنافي بالصدر طبعا الشاهد من الحديث الشطر الثاني وهو النياحة على الميت ومناسبة قالت نتان في الناس يعني دليل على أن هذا الفصال في الناس هي من الكفر ومعنى من الكفر يعني من أخلاق الكفار ومن أعمالهم وفعالهم وليس المراد أنه الكفر الذي ينقل عن ملة الإسلام لذلك هذه الأمة لا تنفك عنها هذه الأشياء بجملتها ليس بجميعها ما الفرق إذا قلنا بجميعها يعني كل أمة كل واحد يطعم بالأنساب وعنده نياحة لكن بجملتها يعني هذا موجود فيه الجملة الأمة لا تسلم منها فلا يزال الناس يطعم بعضا بعضا يعني الأنساب ولا يزال من الناس من ينوح على الميت يعني يصدر أصوات وحركات وضرب وشق الجيب مما يدلك عليش على التسخط على قدر الله تبارك وتعالى الطعن في النساب عيبه والقدح فيه تكلم عن فلان أو يعيب فلان أو يلمزه أو يقول الله ما أدري إيش هو ما أدري إيش هو ما أدري إيش هو يعنيش إن هذا طعن فمصيبة المصاب يا أخوان إن كثيرا من الناس وقد يكون لنا نصيب من ذلك الله يبحث عنه وعنكم جميعا نتصرف تصرفات نزعم أنها لله عز وجل والله أعلم كم منها لله وكم منها للعيق الله كم من الإنسان يا أخوان يغضب ولا أقصد ذلك إلا من الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا مخيفا خوفا بالحقيقة لما قال عن الذي ينكت في قلبه ينكت سوداء قال إذا أصبح قلبه أسود قال منتكسا قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منتعا إلا ما أشرب من هواء يعني تجد يشدد في إنكار منكر فلاني هو قصد بذلك الهوى مش قصد لأنه منكر وأعجبت لكلمة قبل أيام بعض أخوان المسلمين يتكلم على بعض المشايخ بعض طلبة فعيل المرجع 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 عاد واحد عقب يقوم ومنذ متى الأخوان المسلمين يهتمون بالعقيدة حتى اليوم يأتون إليش موضوع الإرجاء هل غصدهم الإرجاء لأنه لأن هذا إنحراف العقيدة ها هل غصدهم أنت أصلا منذ متى تهتمون بالعقيدة منذ أن تأسستم إلى يومنا هذا العقيدة ليس لها أعتبار عندكم إلا ما قل ونذر التوحيد التوحيد عند أخوان المسلمين هل ألفوا كتب فيه هل يدرسوا في التوحيد هل ولائهم وراهم على التوحيد انظروا مع الصوفية انظروا مع الرافضة انظروا مع المجوس انظروا مع اليهود والنصار بعضهم يصرع يقول ليس بينهم اليهود خلاف دينه يا سلام بعضهم يقول لا فرغ بين عقيدة المسلمين وعقيدة المسلمين كلهم عقيدة واحد بعضهم يقول خلافنا مع اليهود على الأرض ليس على الدين أما الرافضة حدث ولا حرك إذن لماذا كل هذا الاهتمام في قد الإرجاء والإرجاء ليس قصدهم أن عقيدة الإرجاء عقيدة منحرفة فهم من باب الدفاع العقيدة الصحيحة يردون على المرجية وما عندهم إحراف اعتقاد كلا حقيقة وإنما الذي يرمونه بإرجاء هو خالفهم ونقب عنهم هو تكلم على مناهجهم على عقائدهم على علاقاتهم بالرافضة على 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 فمن باب السبب له مرجع مرجع المرجع المرجع يعني أنتم منذ متى أصلا تممتم بالعقيدة في باب الأسماء ولا الصفات ولا الإرجاء ولا الخروج ولا الخوارج ولا منذ متى ما يكتبكم فيه الرد على البداء كما أقول واحد لتحدى أن تأتيني برد من إخواني على الرافضة أو على الصوفية أو على بل هم يا أخوان فيهم من السلتصوف وفيهم من التوسل المبتدع وفيهم يعني اليوم همكم وضوع الإرجاء فهذا يدلك على ماذا على ما قال النبي عز السبب أنه ماذا لا يعرف معرف ولا ينكر منكر إلا ما يشرب منه إما بالهوى ولذلك اكتشفوا لما أخذوا يتكلمون منذ عشرات السنين رحوك الله على الحكام الذين لا يحكم بما أنزروا طواغيت وكفار وفيكم ما فيكم لما لا يحكمون بما أنزروا فلما تمكنوا هل حكموا بما أنزروا لا هل وعدوا بأن يحكموا بما أنزر الله لا بل قالوا دولة ها مدنية لا مكان للشرع فيها هو حرك لواحد وكذا وما يتكلم أحد في الحرية واعتقاد وكذا كثر ما هم يتكلم حر حتى بعض منظرين مثل طارق السويدان يقول يابنى يابنى الخلافة والخلافة وإعادة الخلافة والرسول الغزم وعدك برجوع الخلافة أي خلافة نتكلم عنه إذا خلافة أو حتى صلاة أو صيام إذا الشيء ليس أساس التوحيد فما الفاعدة منه تريد تقيم خلافة على غير التوحيد إذا المتأمل الآن فيه أن يكون خليفة وهو القادم وهو ما له أي عناية ظاهرة في التوحيد ما له شغل مختلف تعبد ولي تعبد شيطان تعبد اللي كي كل واحد صح أيضا فتح المجال حتى اللي يريد أن يعبد الله خليه أخذ راحته لكن هذا وضع الذي يريد أن يقيم خلافة إسلامي خصمعه إسلامي يعمل الإسلام طيب ما هو الإسلام أسأل طفل هذا مو طفل رجال هذا من السل يقول لها الماني طفل لكن يلا يعني صغير شوي على كم بني الإسلام ما هي أول شيء هذا الإسلام هذا أول شيء يعني أول شيء أي شيخون توحيد خلافه خلافه إسلام إسلام ما في توحيد شهادة أنه محمد السنة الناس ما لهم عناية لا بالتوحيد ولا بتطبيق السنة لا في وضوعهم لا في صلاتهم لا في إعباداتهم لا في أذكارهم أجل على ماذا خلافه هذا الذي يقال فيه أنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر إلا ما أو يشريب الماء لا غلط أسأل خطير جدا أنت عمنا عرب العالمين عام النزل والله يفكر بأمرهم الإرجاء والإرجاء منذ متى اهتممتوا بالعقيدة ماذا أعرفكم بالرجاء ماذا أعرفكم بالرجاء ماذا معناه أصلا ما ماذا أرجاء والله لا يعرف أكثر من هذا الشيء بس الله العافية طيب كم قال رحيمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه مفروعا ليس لنا من ضرب الأمودة وشطت الجيوب ودعا بدعوة جاهلية متفق عليه سؤال اشرح هذا الحديث وبين مناسبته لهذا الباب وما هي دعوة الجاهلية قلت بدعوة الجاهلية قفض نفس متفق عليه ليس كأنه متفق عليه من مثل الحديث أعد وقرأ قرأ عن ابن مسعود قال رحيمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب القدودة وشق الجيوب ودعا بدعوة جاهلية متفق عليه مرفوعا يعني للنبع مرفوع وموظيف للنبع سؤال اشرح هذا الحديث وبين مناسبته لهذا الباب وما هي دعوة جاهلية ليس منا هذا التعبير يؤتى به للوعيد كل ما جاء في ذنب أو معصية قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا فدليل أن هذا من الكبائر ويتوعد عليه النبي عزيزي وظاهر يدل على أنه ليس من المسلمين كما يقول الشيخ سانتين لكن أقل ما يدل عليه أن هذا الذي قال فيه النبي عزيزي ليس منا أن قال كذا أو فعل كذا أنه يشهر أخوان أنه من من الكبائر طيب هذا الحديث الجواب هذا الحديث من نصوص الوعيد التي كره العلماء تأويلها ليكون أوقعا في نفسه وأبلغ في الزجر فقد برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن فعل هذه الأشياء وهو يدل على أن عمل هذه الأشياء عند المصيبة من الكبائر الحديث إذا جاء فيه وعيد فالأولى أن يتلع على ظاهره حتى يكون أبلغ في الزجر عن المعصير لبعض الناس لا تحدث بحديث لا يبلغ عقله إلا كان له فيه إلا قلت له فقط كفر مو معنى كفر كفر يعني صار كافرا قال لا زين إذن يذهب ويترك الصحة لماذا عطيته تفصيل يتشجع أنما يصلي مصيبة سباب المسلم فسوق وقتاله كفر بس مو على كفر يعني يصير كافر ودخل جهنم ولن يخرج منها لا مش معصية مش مع هذا المعنى إذا يروح يقتل تبهتم أصل النبي عندما ذكر حادث الزجر هل فصل فيها أطلقها على أطلقها هكذا أطلقها فإذا كان فيه أن طلبة علم أو ناس لا تخشى عليه ممكن تفصل تفصيل حتى تصل المعنى يعني الذي يفهمه طالب العجل أما عامة الناس فعليك أن تسرد عليهم النصوص صادع على ظاهره إلا أدخله الله النار إلا كبه الله في النار لعنى الله لعنى رسول الله كذا من فعل كذا ليس منا فقد كفر واجبت له النار كلها يعني ذكرها على ظاهرها تكون أبلغ في الزجر نعم قالوا ضرب الخدود لضمها جسعا على الميت وخص الخطة بذلك لكونه الغالب وإلا ضرب بقية البدن مثله نعم لو ضرب على أفخاذها أو ضرب على جبهتها أو ضرب على رأسها الحكم ما لكن إيش خرج ما أخذ الغالب الناس يضربون وجوهم أو خدودهم وبعض الناس حتى من الشباب المستلمين ربما معتادها يضرب على جبهتها كل ما قال نسى شيء وشي ضرب على جبهتها قال لي من هناك يسمع هاتر من لطن هاي جوز نسيت شيء حصل لك شيء فقط شيء يقول إن الله منه راجعهم أولاك علي بصلاة من ربهم ورحمة أولاك المهتدين ما قال أضرب بعض الناس ما يظن هذا من لطن وتجد ضرب على رأسها هذا لا يجوز نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعجب قال سبحان الله وإذا استعظم أمر قال الله رأكبر وعند المصيب يقول إن الله منه راجعهم وعندما يرى ما يكره يقول الحمد لله علي كل حال إذا رأى ما يحب قال الحمد لله لذلك نعوتي تتم صالحا كل شيء فيه سنة أما هذه ما فيها سنة تبحتم طيب قالوا الجيوب طيب وإذا صفق صفق أيضا ها ليس السنة نعم قالوا الجيوب جمعوا جيبين وهو ما يذكروا فيه رأسه من الثوب وشقها تبزيقها جزا الجيب ليس الذي عندنا بالعرف الذي تضع فيه حاجات الجيب هو فتحة الثوب من الأمام ماذا سنة الجيب ريناسس ماذا يفعلوا عندنا نصيبها شط الجيب نعم قالوا الجيوب جرم جيبين وهو ما يذكر فيه رأسه من الثوب وشقها تمزيقها جزا عن الميت وهو من عادة أهل الجاهلية طيب لو مزغ غير الجيب كذلك وخل يمزف حاجاته وكذلك وكسر المكتب عنده وكسر أيضا داخل فيها ماذا أول ما في مكاتب ولا في ما يكسر ما في الله شيء جيل صح والله الآن بعض الناس ذا غضب قام يكسر لأمامك كان فيه هاتف كان فيه فاكس كان فيه مروحة كان الموجود كسره كله الكراسي الأبوار هذا منافذ للصبر هذا جزع واضح ظاهر ماذا طيب قال ودعوى الجاهلية لينفو الميهد والدعاء بالويل والثبور وكذلك الدعاء إلى القبائل والعصب والعصبية للأنساب ومثله التعصب للمذاكب والطوائب والمشايع ومناسبة الحديث للباب أنه أفاد تحريم هذه الأشياء وأنها تنافي الصبر والإيمان الواجه دعوى الجاهلية يعني إما يقول يا ويلتاء أو يا ثبوراء أو يا مصيبتاء أو نحن كذلك أو دعوى الجاهلية العصبية يدعو العصبية هذا كله من دعوى الجاهلية نعم قال رحمه الله تعالى عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا راد بعبده الشطر أمسك عنه بذنبه حتى يوفي به يوم القيامة رواه الترمده وحسنه وحسنه الحافظ وإذا راد بعبده الشطر أمسك عنه بذنبه حتى يوفي به يوم القيامة أمسك عنه واقعها وقال ما يسمي المؤمن من هم ولا حزن ولا نصب ولا وصب نصب تعب وصب المرض حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بيع السيئات فلو تأمل الإنسان أن هذه المصائب تكفر السيئات ووجد أنها ماذا يقوم أنه فضل من الله عز وجل يبطي الله العبد حتى يطهره منه ولاحظ لاحظ لاحظ أن المصائب لا يدخلها الرياء كما سيئة الباب القادم الرياء خطير جدا تصلي وممكن أن يكون في نسبة رياء صلاة يصوم يزكي تصدق يدرى القرآن لكن المصيبة تكفير للذنوب يعني شيء صافي ما يدخله ما يدخله الرياء حتى قال بعض بعض العلم لولا المصائب لقدمنا على الله يوم القيامة المفاليس يعني ما عندنا عمال لكن المصاب هذه ترفع عنه شيء عظيم شيء عظيم لكن لا يعني هذا الإنسان يتمنى البلاء لا يسأل الله العافية إلا أن البلاء آتن آتن لأن هذا حال الدنيا بدون بلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل ولنبلو أنكم يعني والله لنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين هذا فيه استثناء أخوان فيه استثناء ما فيه استثناء فلابد إنسان يخاف لا بد أن دائما ربحان 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 يخسر يمرض يتهم يشتم ودائما تنصح يقولك تزاك الله خير لا ممكن مرات واحد ينصح يضرب ممكن يختم ممكن والله ممكن يشتم عاد هل تعيد وتنصح لا خلاص شلك بالناس تلاء وكل مرة يقول تزاك الله خير يوالله صدق كأنك يقتني من منامي كأني خلقت الآن كأني خلقت الآن جزاك الله خير لا 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 ممكن يأتيك واحد هذا هو كل وارد كل وارد أن إنسان ممكن ينصح وتنقلب عليه الأمور والله يا أخوان ممكن يقتلك يضرب يسجن يبتهم هذا موجود وإن كان مجتمعنا ما زلنا فيه عافية كبيرة جدا أكثر ناس يقول جزاك الله خير أكثر ناس يخجل لكن أكثر ناس أيضا ما يعمر ولينا أكثر نحن المطاوعات سكاتين عشان تزاك المنكرات يمكن لو واحد ثوبة فيه وصخ شوي ستجلاش تجلاش تك وصخ نبهونا جان ها لكن واحد عنده معصية عنده منك ما حدي نبهو مؤشرين هنا ها منطريجنا منكرات أسواق الجامعات المطارات وكذا الطيب فينا اللي غضب أصغ هذا الطيب الطيب المنكرات زالت حيل يغفت الناس من يتكلم اليوم عن التبرج والسفور طرح بالسبعينات خطب اليوم عن الإحجاب والحجاب هل حين يتكلم تتكلم عن أموال الأصوات عن الحرية ها عن البوقات كله عن أمور دنيوية والله كله أمور دنيوية حتى ثورات لقامة هذه هل قالوا للدين وإذا كلما قتلكم إلا ما أشرب من هوا كم من إنسان قال نصيري العلوي البعث الباطني توا صار علوي توا تجنس هو سالت ها توا هو من أول من زمن أبي أبو إيش علوي نصيري بعثي باطني من أول وكانوا حبايب وياه يصورون صور تذكارية ويقول لأخوان مسلمون مكتب حماس الرسمي ما دخال بمش علينا كان يدي مشك حبايب وياه يصورون وياه هذا الزيارات القرضاوي أرحيل صار بعثي من أول هو بعثي من أول هو نصيري حزب الشيطان هذا وقفه معه 2006 المصيب أن نحن في عصر التوثيق والتصوير شوف كل واحد وقفه معه ما يستحل الواحد بالأمس أنت وقف معه والله يا أخوان أذكر 2006 كنت في لندن في مسجد وتكلمت عن التوحيد وتوحيد توحيد وتكلمت عن الرافضة قاموا عليه في المسجد لأن أيام ضربة إسرائيل لهذا حزب الشيطان قالوا هذا مجاهد في أحد وقف وجه اليهود مثله قلت هو اليهود واحد هم وجهان لعملة واحد شدعوا الروافض على الإسلام وقاتلهم الله 2006 لما تحرشوا اليهود دكوا البنية التحتانية دكوا وقتلوا من قتله تظنون يعني وردوا بعد ما انتهت لموت شانا يقول إيش أعلنوا النصر النصر إلهي ما نعرف ناس ما تستحي غزة بعد ما دكت الدكة الأخيرة القوية هذه خرجوا قالوا انتصرنا ما هو النصر إنه ما استطاع أن يغضي علينا بقيت حماس وإن كان المساكين على روس سبحان الله قبل أيام وقفت على مقطع للشيخ مقبل رحمة الله يا أخوان العلماء أمرهم عجيب من البصيرة أخوان والله لا نؤمن أن أحد يعلم الغيب سوى الله عز وجل أبدا في حدي المقبل يقول الله كله والذي لا إله لكن بصيرة بصيرة مقطع شكو في الشيخ مقبل صدام حسين كافر القذافي عندنا كافر حافظ الأسد كافر أيام حافظة لكن لا نرى الثورات لأنها تأتي على رؤوس المسلمين المساكين والله يا أخوان موجود عندي تبيد رجل شكرا سوقيا والله يا أخوان بل ما نرى الثورات على ها أو لا لأنها تأتي على رؤوس المسلمين المساكين اشترى خرطوب العقيدة يعلم الغيب على أبو الشيخ مقبل لا والله ما هو علم الغيب بصيرة كلام الشيخ بن باز تماما كلام الشيخ ثبين تلخم يقول اتوني بثورة حال الناس بعدها الضمن قبل يقول لا يوجد هذا الواقع أنا ما أقول لك أحيط بكل الواقع لك هذا الواقع العالم وإلا بشيخ السلام قبلهم مئات السن يقول هكذا ما خرج لقوم على ذي سلطان إلا كان حالهم بعد القيام أسوى من حالهم قبل شوف منذ أكثر سمئة سن رصم حتى قيامه ما كان لله لما قلنا مو لله مو من أجل لا إله إلا الله فهل مكان تذكرون تذكرون سبوا يش سب يطلعوا المقاطع يقول لا لا ما قلتك ما يقول لا إله إلا الله أنا قل خروجهم خروجهم مو قالوا لهم بتكون خبز ولا حرية كاشون نبي التوحيد في SM لا اصلا ي tob ihm بتوحيد ولو أراضي الخروج له عدله وعدته اللي يريد التوحيد ماذا يفعل إخوان يدرس التوحيد يعلم في التوحيد يخطب في التوحيد يكتب في التوحيد يعلم صغار في التوحيد كما فعل نبي أصلى الله يا غلام يقول إذا سألت فأسأل الله وإذا استعنت فأستعلم حتى الصغار يعلم هذا اللي يبي التوحيد أمسان عنده توحيد ويريد التوحيد تجد دعوته التوحيد لأن كل منام بما فيه ينظر إذا دعوتك توحيد قاموا على التوحيد مدارسك تكون في التوحيد مناهجك في التوحيد أشربتك في التوحيد مقاطعك في التوحيد مشايخك تحبهم في التوحيد كتب لتطبعها في التوحيد وين هذا التوحيد عنده عنده دعوة للثورة تعمركم سمعته الضرضاوي عنده دعوة للتوحيد يمدح أعظم دولتين معاصرتين ولهم 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 الأثر إيش السودان وإيران وين التوحيد لو الخميني بس ما يجيبه قال أعطى للأمة الإسلامية مشايخه يدفع وعطاهم يقتدى به بسنا بالخمين وين التوحيد إن دعوة التوحيد العلماء لهم بصيرة أخوان ما هو عن الغيب أبدا نعوذ بالله أن نقول ثم أحد يعلم غيب إلا الله أبدا لكن عندهم بصيرة واحد زاد واحد ساوي الشيخ مبازي يقول له إذا كنت على الظالم ولو كان كافر حتى لو كان كافر ما عندك عدد ولا عدة إذا كنت قوم الشعب يضربونك ويضربون الدعاة وسجنونهم وقتلهم قال نعم لو دولة مسلمة عندها قدرة تذهب لدولة كافرة وتجاهدة نعم أما أنت تحت الكفار وتقوم عليهم وأنت ما عندك قدرة إيش يحصل إيش يحصل بقلكم قصة أبي سعد التركي قلكم ياها خاردون قصص خاردون قصص ضيف لما ذهبت إلى تركيا تغيرت بشخص هناك السجن أيام على قولته من نظام قبل فتنة العظيمة ثم سنوات في السجن لماذا؟ قال ما صنعت ولا شيء غير أنه شاب سلفي كان ثاني سنة في الجام ملتحي كده أخذوه حكم عليه عيش السنوات بعدين لما صارت الفتنة العظيمة هذه حاول النظام على قولتهم يخفف حرارة الشارع فطلع مجموعة منه يقول طلعنا 260 واحد بعدين طلع دفعة ثانية بعدين لا شاف الأمه استبدأ أكثر بعدين ما علي طلع أحد حتى اللي انتهت مدتها ما يطلعهم يقول كنا 1300 كلهم في السجن السياسية الشاهد عندهم في السجن واحد أبو سعد التركي نتكلم عربي يعني هالمناطق اللي بين سوريا وتركيا تاوي الجوازات يعني أوراق الرسمية تركيا ما هو سوريا قال يوم الأيام أيام الحوالي في أخوان مسمين مع مع الحكومة السورية صار فيه فكرة هدنة مع الحكومة مع النظام أخوان مسمين يبي هادنون فانقسموا قسمين بعضهم يبي هدنة بعضهم ما يريد هدنة صالح من صالح تلفو فالذين لا يريدون هدنة أتوا إلى هذا التركي لأبي سعد التركي أعطوه ألفين ليرة ألفين ليرة هذا مراتب موظف شاهدي ألفين ليرة وعطوه متفجرات وقال لهذا قطار فيه ضباط نصيرية وبعثية دفعة كاملة ومتخرجين مش عرفيش أصعد القطار مقابل ألفين ليرة وحط الشنطة وفجر بالقطار يقول أنا كان عمري عشرين سنة هالأخ أبو بكر ينقلي عنه أبي سعد التركي أبو بكر اللي كان مزجون معه يقول خليت الألفين ليرة واخدت الشنطة علشان أفجر بالقطار ركبت القطار ولا ما فيه ضباط مثل ما يقول فيه عامين عادي قطار رجال نساء أطفال قال لكن ذاك الوقت يقول أنا ما عندي مخي من المرة ألفين ليرة فرص أنفذ لهذا مقابل ألفين وقال عمري عشرين أتوا به واستغل أغروب المال والمال عاد ألفين ليرة قال ركبت القطار حطيت الشنطة عندي واحدة مرأة عجوز يعني أول واحدة لهذا العجوز اللي هي الضحية الأولى تحت رجولة قلت لها يا خال ومش قلت لا مش شنو من السوري خالتي 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 لا أنا أتكلم من هالنوع شي إنه خلي عنده شوي بسه يريد أن يروح خال خلف القطار يقول أنزل وخلي الشنطة تحت رجول العجوز يقول بقى 200 متر انفجر قتل خمسون غير الإصابات يقولوا احترقض القطار وهذا يخرب بيته يلعن يلعن يفجر يقول أن الفجر أشين معهم وكذا وطالعت على شان أخوان المسلمين يفسدون على الجناح اللي يقول خلينا نتصالح معه قبض عليه هو مع أخو يقول الرجل ندم ندم شديد يقول ما أدري الله يكفر لي ولا لا خمسين يقول القطار يقول يصوم صم سيام داود يوم يصوم يوم يفطر يصلي من الليل يقول القرآن ويخدم المساجين رجل من كسر قلبه إلى بعد حدود ظل في السجن 23 سنة بعدين روح لي لتركيا كان اللي يقول له سوريا كان من زمن قتله لكن عشان تركيا يمكن يحتاجه يوم الأيام تقرض سياسي مع تركيا كان في مشاكل بين تركيا بعدين اصلاحت قمور شوي 23 سنة طلع عمره 43 قتل لخمسين بأمر من الأخوان المسلم أبو سعر التركي هذا الجهاد قال أول واحدة راحت فيها العجوز اللي تحت رجل حط متذجرة قد يقول قاعة لا تصح القصة قد لا تصح لكن هكذا أخونا في الله حدثني بها ورجل مستقيم صاحب سنة كل كان يقرأ الكتاب من أول آخر وقرأتها سليم وجيدة الشاهد أبو بكر حدثني بهذا هذا اللي حصل حسب ما حدثني والعلم عند الله سبحانه وتعالى لكن هؤلاء يا أخوان والله ليس من باب إقامة الدين ولو كانوا يريدون إقامة الدين لا أقاموا في أنفسهم في محاضراتهم في تدريسهم في تعليفهم أبدا لكن شوفهم كل أمور دنيوية كما يقال شركة قابضة الفلوس وأموال ومستشارين ومستشمددون جماعة ملع الدنيا الأخوان في كل مكان تجد المستشارين وبعض مجلس الوزراء وبعض مصار رئيس مجلس الوزراء من الأخوان وبعض مصار رئيس دولة من الأخوان ولا أقاموا التوحيد ولو أرادوا الخروض لا أعدوا له أعدة كله نعم بما فيه ينظر عندك توحيد دعوتك توحيد يبين هذا حتى عند الكتاتيب الصغار درسوا التوحيد الشيخ جميل الرحمن رحمة الله عليه عنده 600 مدرسة يعني كل مدرسة الكتاتيب سوى مدرسة كل درسوا يا التوحيد وأتوا وقتلوه الأخوان وقتلوه ويدرس التوحيد اللي يدرس التوحيد وعضر ما تشوف ولا درس التوحيد والتأليف بالتوحيد يصنع التوحيد يتكلم على التوحيد يخطب في التوحيد أما اللي ما له علاقة بالتوحيد ويقول كان أريد أرقيم الدين على لا إله إلا الله لا إله إلا الله شمعناها عبادة الأولياء والقبور أين لا إله إلا الله طيب صدق قال أشرح هذا الحديث سؤال هذا الحديث عن أنس قال رحمه الله تعالى عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبله الخير عجل له الحقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبله الشر أنسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة فوهو الترميدي وحسنه والحاكم سؤال اشرح هذا الحديث وبين مناسبته ليبار وما معنى أمسك عنه يوافي به يوافي به الجواب يؤبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن علامة إرادة الله بعبله الخير أن يصب عليه البلاء والمصائف كمرة في نفسه وأخرى في أهله وأولاده وتارة في ماله لما حصل منه من الذنوب فيخرج من الدنيا وليس عليه ذنب فيلقى الله وما عليه خطيئة يجاز بها يوم القيامة وأن علامة إرادة الله بعده الشرى أن لا يجازيه بدمه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة وآفر الذنوب فيستوفي ما يستحقه من الإقامة ومعنى طيب هذا له شواهد كثيرة من حياة الأمر الدنيا الإنسان إذا أراد بالشيء خيرا ربما يجوعه ربما يتعبه ربما يحرقه في النار ولا لا كيف تظهر المعدن أصالتها وجودتها يحمي عليها بالنار كيف تتقوى العضلات يقوى عليها بالتعب كيف تتقوى قلب الإنسان حتى تدخله في أماكن في الصحرة أو في الظلام أو في الحراسة حتى يتقوى قلبه كيف يقضي على بعض الجراثيم يعطي تطعيم التطعيم هذا عبارة عن جراثيم تطعيم هذا شنو فكرة التطعيم فترة التطعيم عبارة عن نفس الجرسوم المنتشر بكمية قليلة يعطيها الجسم يقعد الجسم إيش يقاوم 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 حتى يصير فيه مناعة يروح الحج جاك نفس الفيروس هذا ما يضرك بإذن الله هذا فكرة التطعيم يعطيك نفس الفيروس هذا فيقاوم جسمك فهي تقوى في الصرع عادي وغيره 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 كثير تجد النخل شفت النخل لما يطلع طلع إذا صار النخل فيها عشرين راح يقطعوا منه عاشر تركوا عاشر يطلع الثمر أحسن وأجود أكبر لو تركوا على العشرين يطلع صغير وتعبا جيت واحد عنده مزرعة كبيرة قال له تشوفنا يوم تقطيح هذا تشوف الأرض هذي ملء الأرض من العثوق القاطن قال له أنا قطعت العثوق يطلع الثمر إذا خليتها عشرين عزد يطلع تعبا وإذا كشوف النخل غير معتنبي بالشوارع يطلع تعبا لكن ينزلون السوق تقل وإذا يقضعون منه حتى يصير أحسن كل هذا أنا أريد أصلي لماذا يا عبد الله افهم هذا المعنى رب العالمين يبتلي عبده وما زال به البلاء ماذا حتى يسقله وحتى يطهر وحتى إذا أراد الله يعبده خير عجل وذلك حتى اللي يسهر ويتعب ويدرس وينجح وتفوق حتى قيل من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة لكن مرتاح 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 تتعب 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 ترتاح أجمع العقلاء وليس المسلمون العقلاء أن الراحة لا تأتي بالراحة كيف تأتي الراحة تتعب تتعب ترتاح الآن شوف واحد حفظه بقران قوي لماذا تجده مجتهد على نفسه بدل يقرأ الوج عشر مرات يقرأ مئة مرة مئتين مرة يصير حفظه قوي جدا مئتين مرة هذا ما هو تعب تعب فطلع ايش بقراء اللهم بارك صح ولا لكن على الخفيف يطلع حفظك على الخفيف الناس تفوقت ونجحت وراحت وشهادات ودراسات عليا وفتح وصاروا استشاري سواء في طب في هندسة في غير تعب وما تعب يتعب فيرتاح وهكذا إنسان يبتلى ويصبر ويحتسب وكذا حتى يناد جرجة عظيمة في جنة فعينئذن أبدا لا إشكال لأن أنا أعرف أن هذا قد يأتي إلى ذهن إنسان يريد به خير نعجل العقوبة لا تعجيل عقوبة من حب اللاعز بهذا العبد وعجل العقوبة وكم من طفل يأكل ما يضره ويأخذ سكين أو يأخذ شيء يجرحه يأخذون منه يبكي انفجر بكاء أخذوا منه مصالحة أوه ليس لصالحة لصالحة ما يدري يبيل هالي السكين يرقض فيها لو يطيح ممكن تروح بعينه أو لن نحر صح ولا فيأخذونه منه وطفل يبكي ليش خليته منه أو يلعب بالكهرباء مثلا تأخذ منه ما يعرف أو يأخذ منه الحلاو المضر الأصباغ هالي اللي طيحت أسنان الأطفال تقال طفل الآن فيه مرض أشكال والوار من السبب فيأخذ منه حفاظا عليه الطفل ما يفهم كذلك كثير من الكبار ما يفهم بأن الله يبتلي رحمة به ما يدلنا رحمة به ربما تسخت اعترف وكم من إنسان لما كبر تذكر أنه ضرب وعقب من قبل أستاذه أو من قبل والده أو والدته فقال والله فعلا تربين كان الواحد إذا سرق أو شيء بسيط أو كذب جاءت عقوبة بعد عمر ما يكذب لكن لو وجد من الشجعة أو يسكت عنه ماذا يفعل يطلع حرام كبير ولا كذب كبير صارت خيرة الله أنه عقب فرب العالمين من رحمته بعبده أن يطهره بالبلاء فإذا أراد به بعبده الشر أملله مذنبه يملله يملله حتى إذا خذه لم يفلت حتى يوافع به يوم القيامة مثل بهيمة التي تعلف تعلف مبسوطة هي تسمن حتى حتى تذبح باتوا يعني هي مسكين عزبالا مدلعينها حاطينها العلف الزين لا العلف الزين عشان نعيد الضحية جاي فبعض الكفار وبعض الغافلين يرى أن هذا المد الذي يمدهم الله عز به خير لهم بل هو الشر الله يفرحون بس الله العافل شيء عظيم بالدنيا بلاء وذلك لما قال عز وجل كل حجم بما لديه الفرح لما قرينا في كتاب وزان الله حفظه قال هذا من عقوبة الله أنه يتحذب يفعل ما نهي عنه ويفرح بمعصية الله عز وجل مبسوط طرحان أنه حزب ومثال وكل شيء لي وكل حق ربيعنا وحق لا حال كالسية يفرح بمعصية الله معناه يا شيخ وان أنه كما قال جل وعلا قول هل منبئكم بالأخسرين أعماله الذين ضل سعيب على الدنيا وهم يحسبون أنه محسن صناع هذا المصيب عظيم يفرح بمعصية الله يحسب نفسه يحسب صنعا وهو على غير ذلك هذا الصبر الله مستخدم قال ومعنى أمسك عنه أخر عقوبته ومعنى يوافي به يجيء بذنبه يوم القيامة ومناسبة الحديث للباب أنه دل على أن المصائب التي يبتلى بها الإنسان مكثرة لذلوبه إذا صبر واحتسب نعم قال رحمه الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن صخط فله الصخط ماذا يسمى رسلو من رضي فله الرضا ومن صخط فله الصخط الجزاء الجنس نعم نعم قال حسنه الترمذي سؤال تشرح الحديث وبين مناسبة الجواب أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من كان اتلاؤه أشد فجزاؤه أعظم وأن علامة أكب الله لعباده أن يبتليهم بالمصائب لتكفر عنهم ذنوبهم وسيئاتهم ويزيد في حسناتهم ويعظم لهم الأجر والتواب فمن رضي عن الله بما قدره عليه وقضاه فله الرضاء من الله ومن صخط فأقدار الله صخط الله عليه ورضاء والصفط من الله صفتان من صفاته يجب الإيمان بهما وإثباتهما لله على ما يليق بجلاله وعظامته كسائر صفاته ورضاء من الإنسان هو أن يسلم أمره لله ويحسن الظن به ويرغب في دوامه والصفط هو الكراهية للشيء وعدم رضاء به ومناسبة الحديث للباب أن فيه وعيدا لمن صفق أقدار الله ولم يصبر على البلاء سؤال اذكر ما يستفاد من هذا الباب الجواب يستفاد أولا وجوك الصبر وأنهم من الإيمان ثانيا فضل الصابرين وكثرة دوابهم ثالثا تحريم فعن بالنسب والنياحة على الميد رابع شدة الوعيد على من ضرب الخطول وشق الجنوب ودعا بدأوة جاهدية لعند المصيبة خامسا تحريم الصف الصف وتواف الرضاء بالبلاء بارك الله كله صلى الله ومحمد شكرا